السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة للمطبخ تقدر ان انت تخسلي من خلالها الخضار او الفكهة وتقدري كمان تستخدميها كمصفة وتصفي من خلالها اي حاجة انت بتخسليها فيها زي ما هو ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وطبعا طريقة استخدمها بتكون سهلة جدا دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من سلات النفاذ طبعا السلة دي بتيجي عندك بأحجام مختلفة تقدر ان انت تستخدميها عندك في الصالة او في الحمام او في المطبخ بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستاير او على الكنب وغير كده طريقة تنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل السهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل السهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سائل تنظيف الموعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تستبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي به صبونتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصبونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي بأحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرزة او السكر او الدقيق او مختلف انواع الماكرونات او تقدر تنظمي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة لتقطيع البطيخ والاناناس والشمام وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى وزي ما انت شايفة كده استخدامها بيكون سهل جدا وبسيط هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على قدر الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نظيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل الميا تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدمي الميا او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة ممكن تنظمي بيها لوازم الحمام زي الكريمات او الشامبوهات او العطور وممكن كمان تستخدميها في المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلج الجهاز ده يقدر ان هو ينتج لك التلج في 6 دقيق بس كل اللي عليك ان تصبي فيه المية او العصير او اي حاجة عاوزة تحوليها لتلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي به لوازم وتنظيف الموعين زي الليفة او السلكة او تقدر تثبتيه على حنفية الدش في الحمام وتنظمي به الشامبو او الكريمات وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظمي به اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا هنشوف عندنا اداة تسبيت او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه غطيان الحلل او لوحة تقطيع الخضرات او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى عندك بعد كده تعالي شوفي معايا بقى منظم للموبايل طبعا المنظم ده بيساعدك ان انت تعرضي الموبايل كأنه شاشة تلفزيون وغير كده تقدر ان انت كمان تنظمي في المناديل وتقدر ان انت تثبتيه عندك على اي سطح مكتب وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب او على الكومودين في قدة النوم او تستخدميها على صفرة وقت الاكل وترمي فيها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك 30 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر لايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى أنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو أنت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر أني أنت تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في قرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري أني من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدري أني تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدري أني تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري أني تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكوني الأونلاين على صفحات الفيسبوك أو الإنستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الأونلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الإنستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري أني تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر أنها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر أن أنت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي